موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نتواصل معكم في بنامجكم أحاديث وعبر و الذي نسلط الضوء فيه على الأحاديث النبوية و الحوادث و القصص التي وقعت في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نحاول أن نستفيد منها نستخلص منها العبر نتلمس الأحكام الفقهية نذكر ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذه الحوادث و هذه القصص حتى تكون إن شاء الله منارا لنا و سبيلا للوصول إلى مرضات الله سبحانه و تعالى هذه الحلقة إن شاء الله ستكون القصة حول معنى مهم جدا و عظيم في الإسلام و هو ألين في الدعوة إلى الله ألين في الدعوة إلى الله لما نزل قوله سبحانه و تعالى و أنذر عشيرتك الأقربين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتد ذلك عليه و ضاق به ذرعا يعني صعوبة تنفيذ هذه الآية و تنفيذ أمر هذه الآية في بداية الإسلام في مكة المكرمة كان صعبا و شاقا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول الرواية مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهر بعد نزولها أو نحوه يعني جالسا في بيتي حتى ظن عماته أنه شاكن به مرض فدخلنا عليه عائدات يعني يزورون حسبالهم في مرض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الله ما اشتكيت شيئا ما فيني شيء ما فيني مرض ولا علا لكن الله أمرني بقوله و أنذر عشيرتك الأقربين فأريد أن أجمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذه الآية أمرتني قلنا له عماته قلنا له أدعوهم و لا تجعل عبد العزة الذي هو أبو لهب فإنه غير مجيبك المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا علي بن أبي طالب كما تعلمون أن علي رضي الله عنه و أرضاه كان في حضني و كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكفل في علي بن أبي طالب فقال له علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين أن أنذر عشيرتك الأقربين فضقت بها ذرعا فعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر كرهوا يقول فماذا أفعل إلا إن لم أفعل يعذبني ربي و قد جاءني جبريل فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فماذا أفعل قال لي علي يعني أنا وجدت طريقة أجمعهم فيها لكي أبلغهم هذا الأمر و أنذر عشيرتك الأقربين لا بد أن تقولهم أني أنا رسول الله إليكم فقال لي علي رضي الله عنه اصنع لنا طعاما و اجعل عليه رحل شات و في رواية رجل شات و املأ لنا طبق قدح كبير و وضع فيه لبن ثم بعد ذلك ادعوا بني عبد المطالب تقولي رواية و هم تقريبا كانوا أربعين رجل يزيدون أو ينقصون و فيهم أعمامه أبو طالب و حمزة و العباس و أبو لهب فلما اجتمعوا دعا علي بالطعام فجاء علي بالطعام يقول فأعطيت النبي صلى الله عليه و سلم قطعة اللحم قام النبي صلى الله عليه و سلم فقطع اللحم و شقها بأسنانه ثم رماها لهم ألقاها في نواحي الصفحة الصحفة هذه هي الصحن نحن نقول عنها اليوم ثم قال خذوا باسم الله يقول علي رضي الله عنه أرضاء فأكل القوم و الله يقول فإنهم يعني بمعنى الحديث أنهم يأكلون الواحد منهم يأكل كأكل المجموع لذاك النبي صلى الله عليه و سلم يقول أن الكافر يأكل بسبعة أمعي و المؤمن يأكل بمعين واحد تشوفون الكافر شرح في أكله بخلاف المسلم الذي يسمي و يبدأ بالأكل ببسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره قال والله ما أضعوا لهم شيئا إلا و قد أكلوا فلما انتهوا من الطعام أتيت لهم باللبن فشربوه جميعا يقول فلما أراد النبي صلى الله عليه و عليه و سلم بعدما أكلوا و شربوا أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتكلم معهم و يقول أني رسول الله قال بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لهد ما سحركم به و هذه الكلمة كلمة يتعجب بها يقول قال هذه الكلمة تفرق الناس و لم أقل لهم شيئا تفرقوا فقال النبي صلى الله عليه و عليه و سلم لعلي يعني أنا جمعتهم و عملت لهما و عدت لهما للطعام فقال ماذا نفعل قال إذا كان الغد فاصنع كما صنعته خلنا نعد الطعام و نعد الشراب و نناديهم و نعزمهم و نبلغهم الأمر الإلهي يقول علي صار الغد و أعددنا لهم الطعام و هيئنا لهم الشراب يقول فصنعت لهم كما صنعته بالأمس فلما انتهوا من الأكل و من الشراب النبي صلى الله عليه و سلم قال أسقهم فسقيتهم فلما انتهوا قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثم تكلم فقال إني رسول الله إليكم جميعا يقول فمن شاء أسلم و من شاء كبكبه الله في النار فقام أبو لهب فقال تبا لك ألي هذا جمعتنا و أخذ حجرا ليرميه به و قال ما رأيت أحدا قط جاء به بني أبيه و قومه بأشر مما جئت به فسكت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يتكلم في ذلك المجلس بعدما أعد لهم الطعام و شربوا الشراب و أبلغهم أنه رسول الله تكلم أبو لهب بهذا الكلام فسكت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لم ينطق في مجلسه شيئا هذه الحادثة أحببت أن أذكرها لتكون كالمقدمة لموضوعنا الليل في الدعوة توقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى الدعوة إلى الله معنى عظيم و كبير و شامل و شاسع في نفس الوقت الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى أن تدعو إلى الله عز و جل بما يريد الله سبحانه و تعالى و ما سنه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الفقهاء يقولون الدعوة إلى الله واجب كفائي و معنى ذلك أن يجب أن يكون هناك من أمة محمد صلى الله عليه و عليه و سلم من يدعو إلى الله من يعلم الناس من يبلغ الناس و قد امتدح المولى عز و جل هذه الأمة لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله و قال المولى سبحانه و تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحثرون و لذلك يقول الفقهاء الدعوة إلى الله واجب كفائي بمعنى إذا قام به بعض الناس كفى و سقط الإثم و الحرج عن الباقين و لكن لو لم يقم بالدعوة إلى الله أحد لأثم كل المسلمين بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك من يدعو إلى الله عز و جل لا بد أن يكون من الناس من يعلم الناس الخير لا بد أن يكون من الناس من يفقه الناس في أمور دينهم فإذا ما قام به بعض الناس سقط الإثم و الحرج عن الباقين و لذلك كل إنسان مسؤول كل إنسان مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فكذلك الداعية مسؤول في دعوته و العالم مسؤول في علمه و القارئ مسؤول في قراءته و هكذا كل الوظائف الدينية يجب كفائيا على الأمة أن يقوم من الناس من يبشرها بدينها و يعلمها من يبشرها إلى أمور صلاحها في الدنيا و في الآخرة ثم بعد ذلك تكلم الفقهاء عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى فقالوا الدعوة إلى الله من أشرفي و أعظمي و أرفعي المنازل و المهن لماذا؟ قالوا لأنها مهمة الأنبياء و وظيفة الرسل عليهم الصلاة و السلام لأن الرسل و الأنبياء ما جاءوا إلا بالدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني قل ما أسألكم عليه أجرا إلى آخر هذه الآيات الكريمة التي تبين أنه ما ذكر الله نبيا إلا و أعقبه بأنه داعي إلى الله سبحانه و تعالى فإذا وظيفة الأنبياء وظيفة الرسل هي الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى هم المبلغون عن المولى سبحانه و تعالى أمور دينهم و شؤون حياتهم و تفاصيل شريعتهم هم المبلغون فالذي يقوم بهذه المهمة و هذه الوظيفة إنما يقوم بوظيفة الأنبياء و رسل باختصار الذي يقوم بوظيفة الدعوة إلى الله إنما يقوم بوظيفة الأنبياء و لذلك النبي صلى الله عليه وآله و سلم يريد أن يعني يحث الأمة على الدعوة قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إذا أنت دعيت إلى الله و هديت الناس إلى هداية معينة كان لك من الأجر كمن فعلها لا ينقص ذلك فإذا دليت الناس على فعل خير كان لك من أجره إذا أبشدت الناس إلى فعل شيء بالشكل الصحيح بشكله الفقه و الشرع الصحيح كان لك أيضا مثل أجر ذلك الإنسان الذي أمله لا ينقص ذلك من أجره شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وآله و سلم أيضا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقولون الدعوة لها أركان تقوم عليها أولى هذه الأركان موضوع الدعوة ما يدعو إليه الداعية أولا موضوع الدعوة هو دين الإسلام هو الشريعة المحمدية فيجب على الداعية أن يعي و يفهم مقاصد الإسلام و مقاصد التشريع التي دلت عليه التشريع الشريعة الإسلامية و هو تحقيق المصلحة و دفع المفاصل فيجب على الداعية أولا أن يعي ما هو موضوع الدعوة يعني في بعض الناس لما تريد أن تدعو و إذا مثلا قالت خطبة و إذا قالت محاضرة الموضوع هو أصلا ما هو مستحضرة ترى يدخل مثلا في موضوع و يخرج من موضوع و يتكلم في طرف و يخرج من طرف موضوع الدعوة يجب أن يكون واضح بالنسبة للمدعو و يجب أن يكون أولا واضحا للداعي حتى حتى يستطيع أن يتكلم بما يريد أن يتكلم به فإذا أول ركن من أركان الدعوة هو موضوعها ما هو موضوعها؟ موضوعها الإسلام تحقيق مقاصد الشريعة ما هي مقاصد الشريعة؟ تحقيق المصالح و دفع المفاسد الأمر الثاني من أركان الدعوة الداعي إلى الله فالداعي إلى الله هذه هي الوظيفة العظمى للرسل فالرسل هم قدوة الدعاة لأنهم هم الذين بلغوا دين الله عز وجل على مر العصور و التاريخ من أول نبي إلى آخر نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما جاءوا إلا لكي يبلغوا إرسالات الله ما جاءوا إلا لكي ينقلوا ينقلوا شعائر الله سبحانه و تعالى إلى الناس يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا و هذه هي الوظيفة التي التزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل والتزمها كل الأنبياء يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا الركن الثالث من أركان الدعوة المدعو نفسه فيعلم يعني ينبغي على الدعية أن يعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامة لكل الناس يعني بعض الناس بعض الدعاة وللأسف إذا أراد أن يتوجه بدعوته لا يعي هذا المفهوم و هو المدعو نفسه فتجد يدعوه بأمور ربما لا تتناسب مع هذا الشخص الذي أمامك أو لا تتناسب مع الظروف التي معه أو البيئة المحيطة فيه فمثلا ما يدعو به الداعية في أوطاننا العربية مثلا عوجه الخصوص يختلف عما يتكلم به و يدعو به الإنسان الداعية في مثلا المجتمعات الغربية و الأوروبية بيئتها مختلفة عن بيئتنا و لذلك من أركان الدعوة المدعو فينبغي عليك أن تراعي ما هي بيئته ما هي ظروفه لا نقول أن هناك دين لأوروبا و دين للعرب لا الدين دين الدين واحد دين الإسلام و لكن نريد أن نتكلم بكيف يدعو الداعية إلى هؤلاء و كيف يدعو الداعية إلى هؤلاء كيف ينقل الداعية رسالته إلى هؤلاء الذين يقيمون معك إلى الذين يصلون معك إلى الذين يزاملونك في العمل كل بيئة كل مدعو له شكل من أشكال الدعوة و سوف نتكلم إن شاء الله عن بعض هذه الأمور الركن الرابع من أركان الدعوة و هو من أهم الأمور و هو أساليب الدعوة أساليب الدعوة ركن من الأركان كيف تبلغ دين الله كيف توصل رسالة الله تحتاج إلى وسيلة هذه الوسائل لها شكل لها علم لها فقه لا ينبغي على الداعية إذا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قال أن يتعلم أساليب الدعوة أن يتعلم الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يبلغ دعوته دعوة الله عز وجل إلى الناس فيعطي كل ما يناسبه الوسيلة التي توصل إلى المقصود و لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدت وسائله تارة يوجه التوجيه المباشر لما رأى ذلك الرجل يأكل بيساره فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بيمينك فقال له يا رسول الله أستطيع قال كل بيمينك قال لا أستطيع قال له لا استطعت و هذا توجيه مباشر توقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعدد في وسائله فتابة يوجه التوجيه المباشر كما قال لذلك الرجل لما قال لا أستطيع أن أكل بيميني قال لو لا استطعت تقول للرواية فشلت يده و هناك من الأساليب ما يعمم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء هؤلاء الثلاثة الذين قالوا لا نتزوج لا ننام لا نفطر خرج على المنبر بشكل عام قال ما بغالوا أقوام يقولون كذا و كذا أما و أني لأتقاكم لله و أخشاكم لله أما و أني أصوم و أفطر و أقوم و أرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وسيلة من الوسائل ما ذكرناه في بداية هذه الحلقة لما عزم و دعاهم إلى الوليمة و يعني خنقول نحن بالعامية يعني وكلهم و شربهم ثم أراد أن يوصل لهم ما يريد هذا وسيلة أيضا من الوسائل و لذلك يجب على الداعية أن يكون حصيفا في دعوته و أما الآداب فهي أيضا من الأمور المهمة أولا يجب على الداعية أن يكون مخلصا في دعوته لا يريد من دعوته التظاهر و لا التفاخر و لا التعالي على الناس لا يريد أن يقول والله أنا أدعوكم لأني أنا أعلم أو أنا الذي أفهم و أنتم لا تفهمون يجب أن تكون نية الداعية خالصة لله سبحانه و تعالى الإمام الشافي رحمه الله يقول والله ما ناظرت أحدا إلا و وددت أن يكون الحق على لسانه لأنه هو يريد الحق يريد وجه الله سبحانه و تعالى ليس مشكلة إذا كان الحق عندي و إلا عندك بس المهم أنه يظهر الحق كذلك الداعية يجب عليه إذا أراد أن يدعو أن يكون الله عز و جل أمام عينيه الأمر الثاني يجب عليه أن يكون بالحكمة بالموعظة الحسنة الله عز و جل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة لا يصح التنفير و لا يصح التأسر و التأسير لا يصح أن تغلض على الناس الله عز و جل يقول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا أسلوب الدعوة يجب أن يكون بالرفق باللين باختيار الظرف المناسب الحسن و الحسين رضي الله عنهما رأى رجل لا يحسن الوضوء فكروا في طريقة حلوة و حسنة كيف ينصحانا ذهب إليه قالوا لا يا شيخ والله احنا اختلفنا كل واحد يقول أنا وضوئي أصح اش رايك نتوضأ أمامك و أنت تحكم فلما توضأ أمامه وضوءا كاملا عرف أنه هو المقصر فقال والله أنتما يعني أحسنتما الوضوء و أنا الذي أسعد طريقة ليس فيها عنف ليس فيها غلظة ليس فيها شدة و إنما هو أرف من آداب الداعية أيضا أن يكون حسن الخلق يجب أن يتمثل بطلاقة وجهه بتواضعه برقة عبارته لا يغلط لا يعنف أفعل لا تفعل قم اجلس أنت في النار أنت في كذا أنت فاسق أنت مبتدأ لا يجب عليك كداعية أن تتمثل خلق الإسلام و النبي صلى الله عليه و عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالأخلاق جزء أساس في شريعتنا فإذا كانت داعية لا يلتزم الأخلاق في دعوته فأي فائدة في دعوته لا بد عليك أنت أيها الداعية أن تتمثل الأخلاق قبل أن تنقلها للآخرين أيضا من الآداب المهمة الفهم الصحيح للدين الإسلامي لا تستطيع أن تبلغ إذا لم تفهم الدين و هذا يعني أنه لا يدعو إلا من كان عارفا بما يدعو به لا تنقل عن جهل لا تقول والله يقولون كذا حرام يقولون كذا واجب يقولون كذا مكروه لا تنقل إذا لم تكن تعرف الحكم الشرعية الصحيح من الآداب أيضا أنك يا داعية تبتعد عن الأمور الخلافية التي لم يأخذ فيها جميع الفقهاء بل أخذ بعضها فقهاء و البعض الآخر لم يأخذها و يقول العلماء لا ينكروا على المختلف فيه أو في المختلف فيه فإذا كانت هناك أمور قد اختلف فيها الفقهاء يسع الناس أن يأخذوا بهذا القول أو يأخذوا بهذا القول لا يصح لي أنا كداعية أن أفرض على الناس قولا واحدا بل إذا رأيت فيه الصواب أقول والله هذا رأيه و هذا قولي أنصحكم بعمله و لكن لا أفرض عليكم رأيا مخالفا أيضا من الأمور الدعوة لها وسائل متعددة و تتنوع تارة مثلا تكون بالمحاضرات العامة و تارة مثلا تكون بإزالة المنكر تعتبر دعوة و تارة تكون بإقامة وبناء المساجد تعتبر دعوة تارة تكون بكتاباتك و مقالاتك الصحفية تارة تكون بالتأليف مثلا إذا أنت كنت من أهل العلم و التأليف تارة تكون بوسائل الإذاعة و التلفاز هذه الوسائل لم تحددها الشرعة الإسلامية و إنما فتحتها فكل ما يحقق الوسيلة المقصودة لا منع من استخدامها كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى و لكن ينبغي في هذه الوسائل أن تضبط بمعيار الشريعة الإسلامية فإذا استخدمت الكتابة فيجب أن تلتزم كل ما قلناه من ضوابط من لين و رفق و حسن خلق و عدم التعدي و عدم السب و عدم الشتم و عدم التجريح بل تستخدم أسلوب الدعوة الذي رسمه المولى عز وجل و الذي خطه لك النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا استخدمت التلفاز في الدعوة يجب عليك أيضا أن تراعي هذه الضوابط فلا تحيد عن هذه الضوابط التي ذكرها المولى عز وجل و النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا ما بنيت مراكز للدعوة يجب عليك أيضا أن تراعي هذه الضوابط التي ذكرها الفقهاء في هذا الموضوع ثم الذي يأصي أو الذي يختم هذا كل القدوة الحسنة القدوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الداعية يجب عليه أن يكون قدوة حسنة للآخرين فلا يصح أن يدعو الداعية بشيء و أن يفعل أكسه و نقيضه لا يصح أن يأمر بالأخلاق و يفعل سيء الأخلاق كما قال المولى عز وجل أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فالداعية يجب عليه أن يعي أنه قدوة للآخرين أن الناس تقتدي به و لذلك لا يصح للداعية أن يقول القول ثم يناقضه أن يأمر بالمعروف و لا يفعله أن ينهى عن المنكر و لا يجتنبه و قد جاء في الحديث المنفر أن هناك رجل يؤتى به يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه أمعاء مصارينة فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى أعزكم الله فالنبي صلى الله عليه و عليه وسلم قال من هذا الذي خرجت أمعاءه و هو يدور بها في النار فقال فقيل له هذا الذي يأمر بالمعروف و لا يأتيه و ينهى عن المنكر و يأتيه هذا هو القدوة السيئة المثال السيئ و لذلك الناس تنظر إلى الدعاة الناس تنظر إلى هؤلاء الذين يدعون إلى الله سبحانه نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التبصر في أمور ديننا حتى ندعو الله عز وجل على بصيرة و على هدى و على نور نسأل الله عز وجل أن يعيننا و إياكم على فعل الخيرات و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة